جدل ساد الأوساط القانونية والبرلمانية في البلاد عقب نشر قانون صادر عن مجلس نواب كان معلقا من عام 2019 ويقضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته رئيس التفتيش على الهيئات القضائية ويكون نائب العام نائبا له رئيس مجلس النواب المكلف فوزنويري لم يؤكد صدور القانون ولم ينفه ولكنه أفاد بأن العمل جار على التحقق من القانون المتداول والمنسوب للمجلس بشأن النظام القضائي وفق وصفه أنويري فصل وقال إنه سيتم التحقق مما إذا كانت هناك جلسة مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا بالتاريخ المذكور في القرار كما سيتم اتخاذ الإجراءات إذا ثبت خلاف ذلك حسب قوله إذن شكوكم بين نواب بشأن القانون ولا شيء مؤكدا وسط الزوبعة التي أثارها انتشاره حيث يظهر اعتماده من مجلس نواب يوم الأحد الموافق للثاني عشر من ديسمبر الجاري استنادا إلى جلسته الأولى لعام 2018 المستأنفة في أغسطس 2019 كما عدل مجلس نواب قانون مضام القضاء الصادر في عام 2006 في الوسط القضائي والقانوني المفاجأة كانت ترد الفعل الأول تجاه القانون أما الترجيح الأول فكان أن سببه وتوقيته لأجل استحذاث مرحلة جديدة للطعون يقول مصدر قضائي رفيع لليبيا الأحرار المصدر نفسه عبر عن مخاوف القانونيين من تدخل السلطة التشريعية في هذه المرحلة مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء لم يقدم أي مقترح لتعديل هيكلته وبين التشكيك والتحقيق بشأن القانون الصادر قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء الذي يتعرض له القضاء والأجهزة القضائية وذلك خلال لقائها برئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي الإثمين بطرابلس الذي اتفقت معه على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته بعيدا عن النفوذ والخلافات السياسية